بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم ننظر لمفرطين في صلاة الفجر في المسجد بدون عزر بيصحى في وقت الأزان بيضاش ينزل يصلي في الجامعة ويصلي في البيت ده اللي بيعمل كده ده منافق معلوم النفاق أو شديد النفاق وبيجازب في عمله كله والصلاة لا تقبل وأقول لحدكم الأدلة من السنة أنه هو منافق وأن الصلاة لا تقبل وأنه على خطر عظيم جدا وملكيام نهيج بقى على الأصل ما بيقومش وده الشيطان ختم وبال في أذنه ونام لغاية ما طرقت الشمس ده على شافل جهنم فالتنين على خطر عظيم لكن التاني على خطر أعظم الحل حضركم الأدلة القاطعة على إن اللي بيصليش فاجر في الجامعة مع الجماعة ويستقلوا ويكتفي فقط أنه يصلي في البيت منافق معلوم النفاق ويجازف في عاملة كل يوم القيامة الدليل الأول من أن يكون أسرح صلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إذا صالحها العمل كله وإذا فسدت فسدها فسد عمله كله وإزاان الانسان منافق أعطكم الدليل الثاني والحديث سوى البخاري هذا الدليل الأول على نفاق هذا الشخص والعليس في صالحة البخاري أثقلوا الصلاة على المنافقين العشاء والفجر طبعا في الجامعة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حابوا يعني المنافق ده يعلم السواب العظيم المستنيه في صلاة الفجر في الجامعة لحبا كالطفل الرضيح حتى يوصل إلى المسجد لو مش قادر يمشي لو مريض يحبي شوفوا رسولهم قال ليه ولقد هممتوا أن آمروا بالصلاة فتقام ثم آمروا رجلا يصلي بالناس ثم آمروا بحاطم فيحطب ثم أنطلق ومع رجالهم معهم حزبهم من النار فوخالفوا إلى أقوام اللي لا يشهدون الصلاة فوحاروا لقاع عليهم بيوتهم تعالوا الحل الحديث نشوفه رسولهم قال ليه أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لو حابوا يعني يحبي كالطفل الربيع يبقى لي بس تسقل صلاة الفجر ومش حاسن أنه تقيل ومش تاني منعه ومش تاني منعه ومش تاني منعه ومش تاني منعه ويصال في الجفنس جد منافق قال لكم الدليل الدليل الأول لو واحد قال لك تعال لي في المسجد في وقت صلاة الفجر عشان تصلي الفجر معي عشان تعمل لي عمل بسيط الناس هتصلي الفجر ونت هتعمل لي عمل بسيط مدت العمل ده ربع ساعة في لفس الجامعة الناس بتصلي في الفجر وحديلك مئة ألف جنيه هتروح لو مش هتروح مستحيل واحد أقول لي مش هروح ولو واحد قال لي أنا مش هروح بك كذاب أو مدنون أنت هتروح وانت مش هتنام تقول لي ليل انت هتبقى على باب الجامعة طيب ده ربنا بقى اللي بيقولك تعالى يعني ربنا بليادي عليك ما بتروحش طيب يبقى أنت بتوقر وبتحتنم المخلوق ولا تحتنم الخالق طيب اللي عليكم اللي يحتنم المخلوق ولا يحتنم الخالق مش ده منافق مش ده مرأي مش ده نوع من أواعي الشرك والعزو بالله وانا ما تفضل مخلوق مخلوق على الخالق يبقى ايه وتفضل حطام الدنيا على الصور العظيم مستنيك في الآخر الصورة فجر واحدة ده دليل ودليل التاني أنت تتشبه بالمنافقين اللي كانوا عايشين عامل رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وما تشبه بقومهم فهو منهم كما قال العصوص في الحديث الصحيح ورسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس منا ما تشبه بغيرنا فلا تشبهوا باليهود ورمى النصار فبقى نكون بمنافقين اللي كانوا عايشين في المدينة ودول أشر من اليهود والنصار إن منافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يرؤون الناس ولا تكونون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله لا وما يرضي لله فلن تجي له سبيل صورة النساء دقى بالمنافقين أهم رسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما عندهش عقيدة وهو مش مؤمن في جنة وفي نار وهو بينافقه عشان يقدروا يعيشوا في المدينة فيروحوا يصلوا وهما كرهين فالصلاة يبقى أنت بتشبه المنافقين كانوا عشين يا رسول صلى الله يبقى لذلك رسول صلى الله الدليل الثاني أنه أمر أنه أهم منه يستخلف واحد يصلي بالناس ويشيب صلاة الجماعة طب لما رسول صلى الله يقول لنا همية تسيب صلاة الجماعة وهي قرة عيني وهي شيء خطير جدا يسيب صلاة الجماعة بسبب المنافقين دول مشكلة وهو بس ده قال ليه وأخذ نار وأخذ معايا ناس عشان يبقوا شهود معايا ويروحوا للناس دي وحرق بيوتها في دماغها يقول لأ عليك رسول صلى الله يحرق بيتك يا ربنا حيبارك في عملك ويقول لأي إذا ربنا إذا ربنا يا ربنا يقول ثم أنطلقوا مع رجاله محوظوا من النار فأخالفوا لأقوام الله شهدون الصلاة في البسجد فأحرق عليهم بيوتهم طيب رسول صلى الله يحرق بيته يبقى ده في خير يبقى يا ربنا حيبارك في عملك هذا الدليل الأول دليل الثاني من سمع الحديث في صحيح في صحيح أبي داود من سمع النداء فلم يمنعهم أن يأتي عثر فلا صلاة لها يجوش صلاة كان ونصلاة خالص دليل الثالث من سمع النداء فلم يلبه من غير عثر لم تقبل منه الصلاة ولا صلاة خلي باركم لم تقبل منه الصلاة قالوا يا رسول الله من العثر قال خوفهم أمرض لذلك ابن القيم وابده تيمية والإمام والإمام أحمد بن حنبه في أحد أقواله والإمام الأوزاع والإمام داود الظاهري وغيرهم قالوا الصلاة اللي ما يروحش الصلاة في الجامعة بعد يسمع النداء صلاة بطلة وليس قالوا بطلة قالوا لازم إيدي الصلاة ثاني كان هو صلاة خالص بعد يختلف معهم في حتة إنها يعيد الصلاة ثاني قالوا ما يعيد الصلاة إنه صلاة وهكذا من هو صلاة وخلاص وهو على شفاء حفرة من النار لأنه منافق لن يساب والعزو بالله ليس مطلوب أنه يعيد الصلاة لكن ليس يأخذ شيء الصلاة ما تقبلت خلي بالكم الصلاة ما تقبلت طب العمل إذا صلحت صلحت على عمل كله وإذا فسد فسدت فسد عمل كله طب الله عليكم جاوبوني الذي لا تقبل صلاته بنصح حديث الصحيح يا رسول الله صلاة يبقى صلاته فالصالح أو فالصد رسول الله لم تقبل منه الصلاة وسماه في الحديث القول تعالى بخاني المنافق ورسول الله ستعايز يروح إلى بيته والعامل ما بنى على الصلاة على خطر عظيم وإذا كان خطر عظيم نحن نتكلم بالأدلة نحن نتكلم بالأدلة وإذا كان لديه دليل غلى يقوله إيه نحن نتكلم بالأدلة الدليل بعد كده طبعا الحديث ثاني ما نسمع عن هذا للصلاة العشاء فلم يلبه من غير عثر لم تقبل منه الصلاة والسلام دليل بعد كده شوفوا دليل لو يمكن إنسان عنده نقطة دم يسمع هذا الدليل وننزلش يصلي إذا سمع الدليل ونزلش يصلي يبقى أنا آسف يعني إنسان لا يسفيه خير إنسان لا يوجد حياة عبدالله ابن أم مكتوم ذهب للصلاة والسلام والحديث في الصلاة والمسلم وفي مستدر مأم أحمد قال وصال الله أنا ضرير شاسع الدار عمي يا بصري ومعي ولام لا يلائمني أو تجدوا لي لقصة وصلي في بيتي قال الله تسمعوا نعم قال لا أجد لك لقصة شاسع الدار شاسع الدار يعني بيته بعيد جدا كان بيته على بعض خمسة كيلومترات كان بيمشي سيدنا عبدالله ممكتوم هو أعمى كان بيمشي خمسة كيلو الساعة ربعة صبح أو ثلاثة صبح في البرد القارس في أرض وعرة عارفين طرقات المدينة كانت عاملة كما من 1400 سنة عارفين عارفين الطين ما كانتش فيه أسفلت عارفين الجو عاملت كيف ومعاه غلام ومش مريحه ومش مرتاح معه يتسند عليه وعلى ذلك ربعة صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد لك لغصة لاكش لغصة ورحم خلق الله ما فيش حد عنده رحمة زي رسول الله مع ذروش وانت مبصر وعلى بعد عشرين ثلاثين خطوة من الجامع ومتروحش عايز ربنا يقبل صراطك ويقبل عملك يبارك لك في عملك يبقى تعلقاتها العظيم وعلى شخطة العظيم قالوا لا أجد لك لغصة وفي رواية قال لا تسمع النداء قال نعم قال أجب وقال في لبي النداء لذلك تعرفين صلاة الفكر في الجامعة سواء بقى ان بعض الناس ما تعرفش صلاة الفكر في الجامعة واحدة تزود لك في مراسخ في الجنة مئات المليارات مئات المليارات أو ربما آلاف المليارات بيولها مبالغة عالوكم الدليم السنة مئات المليارات من الأميال في الجنة يعني قد الكرة الأرضية هذه كلها من أولا لأخيرها تلت ميت ربما خمسون بيت مرة أقول لكم الدليم من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قام بعشر آيات في ليلة لم يقتر عمد الله من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب المقنطرين المقنطرون المقنطرون اللي يأخذ قنطار كل ليلة سيدنا معاذ بن جبل والحديث الصحيح سيد الرسول صلى الله وما القنطار يا رسول الله قال له ألف ومئتان أقية والأقية خير من ما طلت عليه الشمس الأقية الواحدة أكبر الكرة الأرضية كلها مساحة الكرة الأرضية كلها نصف مليار وستة وستين مليون كيلومتر مربع وأي واحد مننا لو صلى طول الليل طول الليل ما نمشي ممكن يصلى عشر بقى عشر أجزاء مش بقى الف آية بس يعني يخذه كتب من قنطر بش كتب من قنطر واحد سيدنا أصمار بن عفانكا بيقرأ قرآن كله في ليلة واحدة ليس بيقرأ ألف آية في الصلاة الفجر أعظم ثوابا من أنت تقف على رجلك طول الليل وتقرأ القرآن كله من الليل يعني أعظم ثوابا من أنت تأخذ وأنا جب لكم الآية ودليم للسنة وأقسم الله على ذلك لأن سيدنا عمر الخطاب كان يقول لا أصلي الصبح في جماعة أحبوا لي من أن أقيم ليلة كاملة الكاملة ليس ليلا بس لأن الإنسان إذا صلى بمئة آية كتب له قيام ليلة بيكتب له قلوط ليلة 10 دقائق لكن لو أنت صليت بألف آية أو بقرآن كله زيما كان سيدنا عصمان بيعمل بتأخذ قنتار أبوش قنتار واحد ربما 3-4 قنطير يعني كل ألف بقى قنتار لا ده صلاة الفجر أعظم ثوابا من ذلك لابقى اضرب بقى اضرب بقى 3-4 قنتار في مساحة الكورة الأرضية عن 3-4-3 في مساحة الكورة الأرضية لها نصف مليار كم مربع يعني حوالي ألف مليار أو ألفين مليار كم مربع يعني بيزيد من رأسك في الجنة من القصور والحور للعين والولدان المخلدين خسارة فيها ديحة جدا 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 لذلك صلاة الفكر في الجامعة بالقيام ليلة بحالها وبحجة تهمة إلى بيت الله الحرام لذلك اللي بيصال الفكر أربعين يوم ويتخلفش يوم واحد يخد براءة من النار إنه ما قاله بيتولى بن جديد لو وصب أربعين يوم يخسل القلب لو بعد كده عمل كبائر خلاص دمن الجنة الدليل بعد كده عبدالله بن قصور كان يقول في الحديث كنا نعض المتخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا معلومة نفاق معلومة نفاق مش منافق بس منافق شديد من نفاق وكنا إذا تأخر أحدنا عن صلاتين من صلاة الجماعة بدون عزر حتى مالش بدون عزر أسع نبي الظن يعني إيه يعني يعتبره منافق لما يموت ما يصلوش عليه ما يصلوش عليه هذا كلام عبدالله بن مسعود هذا اللي بعد كده تشوفوا المصيبة الكبيرة اللي بتحصل اللي بتبسط فكرة في الجامعة غير عدم قبول الصلاة غير أن أنت منافق وغير وغير بتضيع النور العظيم اللي أنت حتمر بها على صراتهم القيامة الحديث حديث حسن بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة في رواية أخرى بالنور العظيم يوم القيامة المشائين في الظلم من لهم اللي يوم القيامة بالنور العظيم يعني هتعدي اللي معه النور العظيم هيعدي على الصرات الصرات ده بيدرب على متن جهنم هو دق من الشعر وحد من السيف هتمش عليه وانت حافي وعاري الصرات ده حواليه فيه كلاليب كشوك السعدان يتطير منها شر ونقل قصر كأنه جمالات سفر بيخمش الناس وهلسحهم من ذلك الناس على الصرات على أساسة أصناف ناجن مرسل أو مارن مخدوش أو هاوم في نار جهنم ناجن مرسل دول الفرقة اللي هي مواصبة على خمس السلوات في الجامعة مواصبة على الفجر في الجامعة هيدربر حدينه نور عظيم هيعديك البرقة أو كلام في البصر وحصل إلى فردوس الآن او مارن مخدوش دي الفرق ان الناس اللي هي بتضيع الصرات الفجر في الجامعة مش محافظة على الجامعة هيبقى مع النور ضعيف هيمشى على الصرات يترنح حاجة من الاتنين انه يخمش ويلسع في الوجه وفي الكاتفين وفي كل أنحاء الجسم ويصل متأخنا إلى الجندة ده اين وصل؟ او يكون من الفرقة الثالثة ويقع في جهنة او العزو بالله يبقى أنت حتحط نفسك في محنة وفي مصيبة كبيرة جدا يوم القيامة مش محافظة على الصرات لأنك ضيعت منك النور العظيم الذي ستمر بك البرق وهتخمش وتلسع من الكلاليب او القنابل التي تخرج من النار وجهنة مزلمة جهنة مزلمة شديدة الظلمة مش محافظة حتى كف إيدك مش محافظة لأنه نور صرات الفجر ضيعت منك النور العظيم سأقسم بالله أن تبكي دمان يوم القيامة على كل صراتك ضيعتها ف... أريد أن أكتر من كتن فأنا سأكتب لكم الكلام تحت فيديو انسخون شروب يريد أن كل واحد سمعني في دوقتي أن تتك الله لكي لا تضيع عملك لا تتكشب أن تختم عند الله المفقين وصلها لا تقبل وضع نفسك في مصيبة كبيرة أريد أن تكون هذا الكلام تحت فيديو انسخون شروب وانعلّم علما في اللي أجرب عن بيبيا من القيامة لا أقوم ذلك مجردين في شاهدة وشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناة لأصلاقكم كل جديد وتساعدوني عن رشي الصنة البياء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم